تسري والملائك حولنا مرحبا بكم في رحلة الى الدار الاخرة وقبل ما نبدأ في الدرس الحب نحن ندع المرضى المصمين بنادع الوالدي والاختة وضا المصري شيخنا الجليل وحبيبنا الشيخ ابو صحاق الحوينين الأستاذ ياسر الهواري الحاجة خيرات حاجة سعاد عفر دكتور سامر يوسف مهندس اهاب يوسف الأستاذ اهاب الطهري وأمير الطهري حاجة محمد عبدالعاطي الطفلة براءة دل الأخت داليا رفاعي السيد كمال العجمي أبو صريع الصاوي محاسن الصاوي الطفل مروان شادي سمير وباسل شادي سمير حاجة عبدالعاطي الشلبي أم هاني محمود وابنتها نسرين والأخت مريم وأم أمجد من سوريا وأسماء وأم إسلام وأسماء ومريم وميساء وألاء يعيش وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيهم أسأل أم سليمان معلش هنعرف ببصري وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أياش فيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أياش فيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أياش فيهم معلش نصدي أخونا بتاع الكاميرا فبيبصري فمش أقدر أنسو يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أياش فيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو الولدتي والحج سيدة متولي شهين والأستاذ حسن محمد حسن والحج إبراهيم عليوة والأستاذ محمد صلاح عبد الواحد وحمد صلاح عبدالواحد وتامر علي والحجة هاني ومهندس محمد سيد درويش والحجة فتحية أحمد ضعوف والأستاذ إبراهيم سمير صبحي والأخت نعمة أحمد عبدالنجيد والأخت عائشة غنوش والشيخ عاطف والدكتور جابر حسن حناوي وجميع موت المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم لزلهم ووسع مدخلهم واخسرهم بالثلج والماء والبرد اجعل كبرهم روضة مرياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران إسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يضمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة بشكر إخواني وحبيبي اللي تجاوبوا معنا في حملة النجاة من عذاب القبر وإن شاء الله اتفقنا إن ما فيش ليلة تعد علينا كمسلمين ومسلمات إلا وكلنا بنقرأ سورة الملك اللي هي سورة تبارك الذي بيدي الملك لأنه ثبت في الحديث صحيحة أنها المانعة من عذاب القبر وثبت أنها من أسباب دخول الجنة بفضلها لكن هنالتعاش بقى الأسبوع ده إن شاء الله مع الحملة اللي عملناها قبل كده حملة مقاطعة التبرج ومن النهاردة إن شاء الله عايزين أي مسلمة إن شاء الله جواها خير كبير وأنا واصلك إن ما فيش مسلمة ما فيش قلبها خير إن شاء الله نتواصل مع حملة مقاطعة التبرج وتبيع وتجدد البيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعتنا وتقولنا أنا البست حجاب عشان نفرح بيكي ونقول الأسماء وأنا هفكر برض أسماء النهاردة وعلى وعد إن شاء الله عندي أسماء كتير والله حوالي أكثر من ألفين اسمي لسه ما ذكرتهمش بس عشان ما نعطلش وقت الحلقة فإن شاء الله نتناولهم امتباعا الأخت أم عبدالله العطيبي بتقول السلام عليكم نحن معك شيخ محمود المصري ونشد بعضودك بخير نحن نساء السعودية نحيي فيك هذه الغيرة على الحجاب الشرعي ادعو الأخواتي بالوظيف إلى آخر هذه الرسالة الجميلة الأخت ياسمين بتقول لبسة حجاب هي وأختها مجدة والأخت تهاني من الأردن وسندس الجنة وأم حازم وسماح وصحر أحمد وأم شيماء من المنصورة وأم يحيى ودعاء وأم علي وأم محمد وأي أحمد عبد المحسن وأم هلال وعزة محمد السيد العسوي والأخت زهرة والأخت سعادية والأخت وفاق من أسوان الأخت ميرفت الأخت وهيبة وعائشة وفاطمة وابتسام من المغرب والأخت آية سعيد والأخت هيبة محمود وفاتن وأم فهد وإيمان أم أحمد وهدى عبد المجيد ومنار سعد عشور من التبين وأم محمود ونديم من اليمن وأمينة ربنا يا رب يبارف فيكم ويرزقكم يا رب بالفردوس الأعلى ويجمع نؤياكم على الخير دائما يعني زي ما بنقول عايزين نجدد الباية على الأسبوع ده إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نلبس الحجاب مرة تانية نكمل الدار الأخيرة وكل الدروس من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة تعالوا نكمل آخر حلقة النهاردة إن شاء الله من حلقات المهدي عليه السلام تعالوا نشوف النهاردة واجب الأمة وإحنا عايزين نتفاعل مع هذه الحملة برضو واجب الأمة تجاه المهدي طبعا جالي رسالة جميلة جدا وربنا يبارف كله للوقت بس كنا قلنا للرسالة كلها لكن محتاجين فعلا إحنا نستشعر واجب الأمة نحو المهدي عليه السلام طيب تعالوا نشوف يا جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح قال المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة الله حاجة جميلة قوي حاجة جميلة قوي أن المولى عز وجل يصلح إنسان في ليلة واحدة طب يعني إيه يصلحه الله في ليلة تعالوا نشوف آراء العلماء قالوا إيه في هذه المسألة قالوا رأيين حقيقة في عجلة السرعة الأولى لأن نرضى الحلقة طويلة فيعني إيه والوقت قصير فنحاول إن شاء الله ننجز مع بعض ونسرع الرتم شوي سمحونا عشان بس نقدر نستوعب وقت الحلقة نصلحه الله في ليلة يعني يهيئه للخلافة ويعده لها لأن الخلافة جاية جاية قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وبعد كده قالك بعدها تكون ملقا عبدا وبعدين ملقا جبرين وبعدين في الآخر قال إيه في آخر الحديث قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة اللي هي في عهد اللي هي قبل المهدي عليه السلام قبل ما يظهر لأن احنا اتفقنا يا جماعة الخير أن قبل ظهور المهدي عليه السلام لابد أن الأرض حجم الاثنين إما أن هي تكون هويئة تماما تماما لاستقبال المهدي عليه السلام أو أن تكون فعلا قامت خلافة فعلية لشعوب المسلمين لشعوب الإسلامية كلها في أقطار الأرض بكاملها حتى تكون مستعدة وتكون الأمة كلها على قلب رجل واحد تكون مستعدة لاستقبال المهدي عليه السلام والدليل على كده قلنا جماعة أن المهدي عليه السلام سيصلي خلفه عيسى عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى وده دليل على أن الأمة هتكون عادة وقاتلت اليهود وقتلت اليهود أو قاتلت أكبر عدد من اليهود ما عاد يهود طبعا أصبهان الأمة هيتبع المسيح الدجال أن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى هيكون الحلقة القادمة إن شاء الله هتكون أول حلقة في أكبر فتنة على وجه الأرض كلها وهي فتنة المسيح الدجال فتنة كبيرة جدا وخطيرة وهقولك على حاجات يمكن عمرك يعني عمرك ما كنت تتخالها إن المسيح الدجال ده فتنته فعلا أعظم فتنة نبع السلام أخبر إن ما فيش فتنة من لدون آدم عليه السلام إلى قيام السهل أكبر من فتنة المسيح الدجال بأول حاجة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلى يعني يهيئه للخلافة لأنه هيجي هتكون الأمة خلاص مهيئة لاستقبال المهدي فيأتي المهدي فيقود الأمة كلها للجهاد في سبيل الله ولتعبيد الكون كله لله سبحانه وتعالى المعنى الثاني إن المهدي عليه السلام يكون متلبس ببعض النقائص بعض الذنوب بعض النقائص فالمولى عز وجل يصلحه في ليلى طبعا بعض الناس اعترضت على الحديث ده ولا وجه للإعتراض لأن يا جماعة الخير المهدي ما هواش نبي ما هواش نبي النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم إنما المهدي رجل من آل بيت رسول الله وكل إنسان على وجه الأرض ليس معصوما إلا الأنبياء هم اللي معصومين فقط من الكبائر قبالك فما فيش حد معصوم على وجه الأرض إلا الأنبياء والمرسلين فإذن فالمهدي إنسان من البشر لكنه من أرقى سلالة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس معصوما فمعنى يصطحه الله في ليلة أن يكون هذا الرجل المهدي عليه السلام يكون متلبسا ببعض النقائص أو العيوب أو الزنوب فيطهره الله عز وجل ويصطحه في ليلة ويعده للخلافة وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن كسير رحمه الله رحمة وسعه وزي ما قلت حضرتك كلمة يصطحه الله في ليلة لا حرج فيها لأن سيدنا عمر بن الخطاب لما كان عمر بن الخطاب يقوله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب فأصلاحه الله في ليلة وذهب وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح فاروق الأمة الله أكبر أصبح فاروق الأمة اللي النبي قال عنه بعد كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي لو كان ما حصلش بس لو كان هيبقى فيه نبي لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر يبقى عمر بن الخطاب يتحول 360 درجة يصلحه الله في ليلة فلا عجب إن ربنا يصلح واحد من آن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة نيجي بقى لسؤال الحلقة وموضوع الحلقة اللي لا دي ما هو واجب الأمة الإسلامية الجميلة لأجمل أمة وأعظم أمة وأفضل أمة كنتم خير أمة وخرجت للناس واجب الأمة الإسلامية الجميلة اللي لم بتعيش صحوة مباركة واجب الأمة نحو المهدية عليه السلام حكتين في عجالة سالعة كده الواجب الأولاني أنه نحن لازم نعرف أني خد ذلك من حاجة عند ظهور المهدية عليه السلام هنقسم المسلمون جميعا إلى فصتين إلى فرقين إلى فئتين إلى جماعتين جماعة فيها إيمان لا نفاق فيه وجماعة فيها نفاق لا إيمان فيه طب ندي مثال بسيط صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق لما اجتمع المشيكون حول المدينة يريدون أن يستأثروا شأفة الإسلام ويقتلوا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كان عددهم قدين عشر تلاف واحد عشر تلاف واحد اجتموا حول المدينة عايزين يقتلوا النبي والصحابة ويبيضوا الإسلام وأهله إيه اللي حصل يا جماعة اللي حصل في الوقت ده انقسم المسلمون إلى فسطاتين فسطات إيمان وفسطات نفاق المؤمنون قالوا في الوقت ده ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بعدها قال من المؤمنين رجال صدقوا معهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلات أهل النفاق بقى كانوا حاجة تانية خالص قال جل وعلا خبالك بقى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة يبقى انقسموا إلى فسطاتين إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه فأنت لازم تاخد بالك من المسألة ديت عند ظهور المهدي عليه السلام هتكون مع أنهي فرقة مع أنهي طائفة مع المؤمنين ولا مع المنافقين يبقى لازم تحدد من دلوقتي إن شاء الله أكون مع المؤمنين اللي هيؤمنوا بالمهدي وهيبيعوا وهينصروه ويقفوا وراء لحد ما يبلغ دعوة ربنا والحد ما يتهر الأرض من المشركين بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده بقولك أول واجب إن أنت تكون مع فسطات المؤمنين الذين ينصرون المهدي عليه السلام الواجب التاني إن أنت من الآن بقى من الآن تفعل كل ما تستطيع لخدمة دين الله سبحانه وتعالى خب بالك أخي وحبيبي وقفت على رواية عجيبة جدا رواية من أعجب الروايات اللي قررتها في حياتي حديث صحيح حديث روا أبو داود بسندا صحيح أن النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى يقاتل آخرهم الدجال الله أكبر طب ما احنا عارفين يا جماعة إن اللي هيقتل الدجال هو سيد نعيسى عليه السلام فأنا لما شوف الدجال رايح أقاتل الدجال إذا كان اللي هيقتله واللي هيقتله هو سيد نعيسى قالك علشان يقدم كل اللي يقدر يقدمه رغم إنه عارف إن سيد نعيسى هو اللي هيقتل الدجال بس هو عايز يقدم اللي يقدر يقدمه علشان يكون أدى الواجب اللي عليه شفت قدي حرص المسلم على إنه يؤدى الواجب اللي عليه ولذلك لازم نبدأ بأنفسنا شف ماذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله أكبر خبت بلك فين النصرة فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة نصرة إيمانية يا أخي وحبيبي جدد البيع مع رسول الله دي نصرة لرسول الله ونصرة لدين الله ونصرة للمهدية عليه السلام حينما يظهر يبقى أنت كده كنت من أسباب تمهيد الأرض لاستقبال المهدية عليه السلام لما تبر أمك وبوك انت بتمهد الأرض لاستقبال المهدية لما تصلي وتعبد ربنا لما تتخلص من المظالم لما ترد الأمانات اللي عليك لما تبعد عن الظلم لما تبري الوالدين لما تكفل اليتامة لما تحسن للجران لما تعمل كل الخير ده لما تصدق وتكون وفي وتكون أمين وتكون عندك وفاق بالعهد وكل ده بتمهيد الأرض لاستقبال المهدين عليه السلام عشان كده جماعة غلط جدا أن احنا نعطل الأخذ بالأسباب في انتظار قدوم المهدين قبالك بعض الناس يقولوا طب ما احنا يعني احنا نعمل ايه ما هي الدنيا كلها كتير يعني مع كوكة بقالها سنين طويلة وبعدين يعني الأجيال اللي قبل كده يعني عملت وعملت وطب ما ننتظر لما المهدين يجي يصلح غلط لازم احنا ناخد بالأسباب وقول اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون خبالك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعياه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة وتزودوا فإن خير زاد التقوى يبقى لازم اخذ بالأسباب بس قلبي ويقيني كله بيقول أنه أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب يبقى اخذ بالأسباب وأتوكل أمل قلبي يقين وتوكل وثقة في الله سبحانه وتعالى لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضوا خماصا وتروح بطانا لازم يبقى لبنا مليانة توكل على الله لكن ناخد بالأسباب عندي يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي جاي وأنه سياملأ الأرض قسطا وعدا كما ملأ الظرما وجورا لكن أنا عايز أمهد أرض لاستقبال المهدي أكون ثمرة أكون يعني زي ما تقوله توبة في جدار هذا الدين العظيم أن أنا لازم بأي طريقة لازم أقدم أي خدمة لازم أكون لابنة في جدار هذا الدين العظيم أقدم أي حاجب ركتين قيام ليل صدق على فقير أحفظ واحد الكرآن أعلم حد سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحمل أي خير أنفق على يتامى أكفل أسرة أحمل أي خير كل ده لابنة في جدار الدين بيتكامل الكل ما شاء الله أنت بتقدم وأنا بقدم والكل بيقدم في الوقت ده بفضل لا هنخدم دين المهولة عز وجل وهنقدر بفضل لا نخلي الأرض تتهيأ لاستقبال المهدية أجامعة الخير كلنا لإخواننا وحبيبنا وروح قلبنا من أهل غزة وأهل فلسطين وأهل العراق وأخواننا وحبيبنا في كل مكان عايزين ننصرهم وأن ننصرهم زي لازم نصر إيمانية نصر إيمانية قبل أي شي أنا مش هقول لك النهاردة خد رشاش وجرى على هناك لكن عايز أقول لك أم صدرك ودع أقول يا رب نصر إخواننا يا رب فك الحصار عن إخواننا وحبيبنا من أهل غزة قلبنا بيتقطع فعلا عشانهم لكن كل اللي أنا ظن ملكه الآن نصر إيمانية لأن لو ظهر المهدي عليه السلام يقينا خلاص اتفرجت الدنيا كلها على أهل غزة وفلسطين والإحراق والدنيا كلها لأنه مش هبقى فيه ولا يهودي ليس سلطان على أي مسلم على وجه الأرض أن يكون قتلنا اليهود وخدنا المسجد الأقصى ورجع لنا مرة تانية وأصبحت الأمة هي أقوى أمة وأفضل أمة بفضل الناس سبحانه وتعالى مش بقولك هي خطوة خطوة ما تستعجلش النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم قوم تستعجلون احنا مش مستعجلين واحدة واحدة بنربي ونحاول نفهم والبناء لن يكون من قمة الهرم البناء لابد أن يبدأ من قاعدة الهرم عمر ما كان الخروج على الحكام والغبطات العشوائية والضرب والتفجير عمر ما كان حل أبدا لأي أزمة من أزمات الأمة وقروا التاريخ يا جماعة كويس الحل الحقيقي تربية جيل على النبعين الصافيين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تصعد الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى وتقوم وتبلغ هذه الدعوة المباركة وينصالح حال الكون ويتأهل الاستقبال المهدي اللي هيمنى الأرض كلها قسطا وعدلا كما مرئت ظلما وجورا يبقى نخب بالأسباب ونتوكل على الله حبيبك صلى الله عليه وسلم خد بالأسباب في الهجرة أعدى الراحلة وحدد المعاد ولسم الخطة وخد معاه دليل واختار الرفيق معاه في الطريق وخد كل دهوة بإطار وحدد المكان اللي هيستخبى فيه وبعد كده يروح المدينة إمتى وكل ده في إطار من السر والكتمان أخلم بالأسباب ويوم ما دخل فتح مكة كان لابس البيضة الخوزة مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال والله ينصرك يعني سبحان الله يعني إذا كان ربنا والله يعصمك من الناس الله وعده بالنصر وقال والله يعصمك من الناس ورغم ذلك أخذ النبي بالأسباب ليه؟ عشان يعلم نحن نحن ناخد بالأسباب وفي نفس الوقت وإنكم تتوكلون على الله حقا توكلي لرزقكم كما يرزق الطير خد بالأسباب وملأ البق يقين وتوكل وثقة في الله عشان ربنا ينصر الأمة وتركع الأمة مرة تانية يعني تمهد الأرض الاستقبال المهدي يقول الشيخ الألباني وهقرارك الجملة الجملة الجميلة ديت كل الشيخ الألباني رحمه الله رحمة وسعى يقول لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض انتظارا منهم لخروج المهدي ونزول إيسا عليهم السلام يأسا منهم خد بالك يعني ما يجس المسلمين هم يأسوا من العمل لخدمة هذا الدين وقول هل نستنى المهدي وإيسا عليهم السلام لما إيه؟ لما المهدي يظهر ومن أن الأمة ترجع مرة تانية خير أمة قد بالك قال يأسا منهم أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهما فإن هذا توهم باطل إن تنصر الله أنصركم ويثبت أقدامكم لكلام الشيخ الألباني معنى إيه؟ معنى إو عن الأمة تيأس أو تتوهم أن الأمة مش ترجع مرة تانية وترجع الخلافة مرة تانية قبل ظهور المهدي لا اعملوا واكتهدوا لأن إن شاء الله الخلافة ستظهر قبل ظهور المهدي أو على الأقل ستمهد الأرض لاستقبال المهدي ثم تقام الخلافة الإسلامية بفضل الله وديك مثال بسيط جدا وجميل جدا وكلنا عارفينه بس تصلى على حبيبك صلى الله على سلام في باعة العقبة الثانية إيه اللي حصل يا جماعة؟ هو حصلت باعة العقبة الأولى صح كده؟ باعة العقبة الأولى اللي كان 12 واحد وبعدين راحوا المدينة فراح معهم مصعب ابن عمير وبدأ بقى ما شاء الله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حدا ما ما فيش بيت في المدينة إلا ودخل فيه الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى إيه اللي حصل؟ هل النبي باعت دعوة خذوا بلكم وركزوا معي في الحيطة دي بالله عليكم هل النبي باعت دعوة كتب دعوة كده لكل واحد في المدينة عشان ييجوا يبيعوا باعة العقبة الثانية؟ هل النبي قال لهم إمتى هتيجوا عشان نبتدي بقى نتفق ونحدد الخطة؟ ما حصلش إيه اللي حصل يا جامعة الخير؟ اللي حصل حبيبي إن الأنصار نفسهم من نفسهم قعدوا يفكروا قالوا إيه؟ قالوا في نفسهم حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويقاف لحد إمتى نسيب النبي يطرد في جبال مكة ويخاف المشيكين عملين عملينه رعب هو والصحابة لحد إمتى نتركه؟ طب نعمل إيه؟ يلا نروح له قالوا طب محدش كلفنا بحاجة مش مهم اشتغل لخدمة الدين حتى لو ما اطلبش منك حتى لو ما اطلبش منك وضع المعنى ما تنتظرش ظهور المهدي لحد ما تنصر المهدي وتنصر دين الله عز وجل انصر دين الله قبل أن يظهر المهدي عشان هي دي في حد ذاتها نصرة نصرة عظيمة جدا إن تنصروا الله ينصركم حتى لو حبينا نقرب المعنى إن تنصروا الله عز وجل بالإقبال على الله والإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملء الأرض بالخير والتمهيد لخلافة للإسلامية ينصركم الله عز وجل بظهور المهدي لإقامة العدل واستبداله بدل الظلم اللي فشى في الأرض كلها ده معنى من ضمن المعاني لو طبقنا الآية على ظهور المهدي وخبالك تنصر ربنا بالطاعة ينصرك الله عز وجل نصرا حقيقيا مؤذرا بفضل الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع إن هم ما استنوش يا جماعة ما استنوش الطرب منهم وأنا عايز أقول لكل مسلم ومسلمة بالله عليك أنت مستني إيه أنت مستني الندعية يطلع يقولك قم صلي أنت مستني مستني حبيبنا شيخ ياعكوب ويقولك ما بتصليش ليه أخذ بالك لا ده أنا عايزك أنت تصلي حتى لو شيخ ياعكوب بقى للكش قم صلي قم صلي ولما شيخ ياعكوب يقول لك برضو تصلي أكتر وأكتر أخذت بالك القصد إيه مش لازم تستنى الأمر يجيلك أنت مستني مستني أنا أقولك حملة مقاطعة التبارج عشان تقوم وتلبس حجابك وتقولي أنا نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من صور النبي من غير ما يطلب منك أجمل حاجة أن أنت تعمل اللي عليك من غير ما يطلب منك بيبقى الإقبال الجميل قوي 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 وعشان النبي يوم القيامة لما يسقيك من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تغمئين بعدها أبدا تحس قد إيه بمعنى إقبالك على نصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأنصار ما اطلبش منهم باعة العقبة الثانية يعني ما جالهمش دعوة رسمية عشان يجم من لجم من نفسهم قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطردوا في جبال مكة ويخاف طب نعمل إيه نجمع نفسنا كان واحد سبقين رجل وامرأتان المرأة لها دول عظيم جدا في خدمة هذا الدين العظيم قامت وراحت اتنين من النساء ومعهم سبعين رجل وراحوا عشان يبايعوا النبي باعة العقبة الثانية قد ربنا سبحانه وتعالى أول ما دخلوا على الرسول عليه السلام قالوا له ايه شوف خبالك بالكلام عايزين اجتمعوا في مكان معين فاجتمعوا هيأوا للمعاد وزباط الدنيا قرش معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ايه قالوا له على ما نبايعك يا رسول الله اطلب لي انت عايزه ماجوش قالوا له احنا مستعدين نعمل معك كذا لكن كذا لا فعليش يعني مش هنقي ما ينفعش حد ينقي فقالوا له على ما نبايعك يا رسول الله قال لهم ايه قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل هأمرك بصلاة الفجر الدنيا حلوة وجميلة وجوة ربيعة تنزي تصلي الدنيا بتشتي في عز البرد والراعد والبر هتنزل تصلي الا اذا كان في عذر طبعا عذر جديد جدا بحيث يعني يكون في مرض او في مطر يعني فوق الوصف بحيث ان انت ما تقدرش تنزل او يكون في اي مشكلة تانية يعني ايه في حق عدو بيترصد بيك في اعذار معانا لعدم الحضور صلاة الجماعة لكن انا بكلم على العموم على المجمل يبقى تبايعوني على السمع الطعف المنشط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقولوا لله لا تخافوا في الله لو ما تلائم وعلى ان تنصروني وتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابنائكم قالوا وما الثمن قال ولكم الجنة الله ربح البيح ده مين يقولك كده ده النبي النبي بيقولك تمن كل ده الله ده النبي ما خلالهمش حاجة النبي خد منهم كل حاجة بس ادهم اغلى حاجة خد منهم الاطعف النشاط والكسل النفقة في العسر واليسر معاك كام معايا اتنين جنيه تنفق جنيه وتخلي معاك جنيه في اكتر من كده والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان نقول لا نخشى في الله لو ما تلائم وان ننصر النبي صلى الله عليه وسلم وننصر سنة النبي وننصر وفي النهاية التمن هو الجنة الجنة اللي النبي كان داما يحرك بها قلوب الصحابة بكل حاجة الجنة يجي في اول لقاء في يوم بدر الصحابة اول لقاء بينهم وبين المشركين ولسه مش مستوعبين الموضوع والنبي يقول لهم والذي نفسي بيده لا يقاطرهم اليوم رجل منكم فيقتلوا صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة لسه الموضوع مش جاهز في دماغهم فيقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يوم عمير بن الحمام يقول بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض في يوم النبي يقول له ما حملك على قولك بخن بخن قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها قال فأنت من أهلها يخرج كم تمرأة كده يأكل تمرأة واتنين ويخلي الباقي كده ويبص يقول لئن أنا حيته حتى أكل تلك التمرات إنها إلى حياة طويلة يرمي الطمر ويخش ويقاتل في سبيله فيقتل فيكونوا من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما تصد عليه صلى الله عليه وسلم شفت باعة العقبة الثانية دي شفتها عظيمة إزاي وجميلة إزاي أنا وانت وانت وكلنا مطالبين بالباعة دي يا دفاع عنقنا طبعا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كلتم سمعنا وأطعنا في رقبتي ورقبتك ورقبنا جميعا إن إحنا نبايع البيع دي وإحنا نعيش البيع العظيمة دي شفتها دي يبقى إزا لابد أن أنت تكتهد لنصرة هذا الدين ولتجهيز الأرض وإعداد الأرض لاستقبال المهدي عليه السلام وما تقولش هاستنى لما يظهر لا من دلوقت اشتغل اشتغل وانصر دين الله سبحانه وتعالى حاول بقدر إمكان على قد ما تقدر في مكان عملك في مكان شغلك إحنا مش عايزين نكون كلنا خطباء ودعاء ومؤلفين ومفكرين أنا عايز كل واحد في مكان ويخدم دين الله سبحانه وتعالى سعيد جدا جدا لما أروح أشوف واحد راجل شغال في صنعته وعمال بيطقن بيطقن صنعته ماشاء الله واسأله يقول لي أنا بأطقن صنعته عشان أكون صورة جميلة للمسلم أقول له جزاك الله خيرا أنت بعملك ده أحسن مني ألف مليون مرة لأن أنا بقدم دعوة قولية وإنت بتقدم دعوة عملية لما أروح وأشوف وح زابط قعد في مكانه وعمال بيخدم المسلمين وعمال بيرقى فيهم وبييتكبرش عليهم ولا بيستكبر ولا ولا وبيعمل بخير كبير للمسلمين بقول له جزاك الله خيرا أنت بيتقدم خير للإسلام أنت رجل على ثغر من ثجور الإسلام لما شوف طبيب قعد في الآيادة بتاعته أو في المستشفى وبيتعامل معهم بكل رفق ولين ورحمة بقول له جزاك الله خيرا أنت على ثغر من ثجور الإسلام عايزين كلنا الكل يتكامل في عمل الدين وعمل الدنيا علشان في النهاية نقول للكون ده كله هي دي أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك خير أمة أخرجت للناس هو ده المعنى اللي عايزين نوصلنا يبقى النهاردة اللي يقول إن احنا نترك العمل لحد ما ظهر المهدي ويعتقد أن الخلافة لن تظهر إلا بظهور المهدي غلط الخلافة هتظهر قبل المهدي أو على الأقل الأرض كلها ستمهد لإقامة الخلافة في عهد المهدي خدت بالك عشان كده محتيين كل واحد يقدر يقدم حاجة لازم يقدمه طيب ممكن واحد يسألني سويا انت شايف إيه بالضبط انت شايف إن الزمن بدعنا ده اللي احنا عاشيين فيه ده أو الوقت ده بالتحديد هو دوت أوان ظهور المهدي للأمانة العلمية لا قولي يا ده انت شوقتين للمهدي وفي الأخر بتقول لي مش هو ده أوانه ده مش كلامي ده أنا بنقلك كلام العلمة العلمة الشيخ الجليل الفاضل الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله وسع بيقول لي الشيخ الألباني هقولك بس بعض الفقرات من إيه من كلامه قال العلمة الألباني رحمه الله رحمة الله وسع ما أظن أن هذا أوان ظهور المهدي عليه السلام وبعد كم فقر كده قال ليه قال وظني خب بالك أن المهدي سيكون رجلا فريدا في كل باب فريدا في علمي فريدا في ورعي خب بالك أنا بقرأ لك كلامه فريدا في عبادته فريدا في خلقي وأنه سيظهر وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صلح فيه أمر الأمة وتمت فيه مرحلة التصفية والتربية نشاهد لأس ولم يبق إلا ظهور الزعيم المصلح الذي يقود الأمة وهو المهدي فعلى هذا لا بد أن يهتم الدعاة والمصلحون بتربية هذا الجيل تربية إيمانية كما رب النبي أصحابه على النبع الصافي حتى تتهيأ الأمة لاستقبال الزعيم المصلح الذي يقود الأمة بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام زي العصر كلام من دهب رحمة الله على الشيخ الإمام الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله وسعى إذن هو بيقول مش هو ده أوان ظهور المهدي الأمة لازم ترجع كلها هل الأمة رجعت كلها؟ لا رجع منها كتير الحمد لله ولسه فيرجعها ولسه هيرجعها إن شاء الله الأمة كلها خير والأمة رجع والأمة فيه صح وجميلة ربنا يبارك في الأمة يا رب العالمين فبيقول لما الأمة بقى كلها كده تتربى على النبع الصافي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هتتهيأ لاستقبال المهدي ولا يبقى إلا ظهور الزعيم المصلح اللي هيقود الأمة فيظهر المهدي فيقود الأمة بفضل الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إيه الواجب علينا كدعاء إن إحنا نهيئ الأمة ونرب الأمة من خلال التصفية والتربية التصفية؟ تصفية الصف الآن بتعرض الدعوة بتعرض الطعب بتعرض التكاليف على الأمة فمنهم من يقبل ومنهم من يرفض فالمؤمن بيقبل والمنافق بيرفض دي تصفية بيميز المولى عز جل الخبيث من الطيب خلاص المنافق خلاص يبقى في فسطات المنافقين والمؤمن يكون في فسطات المؤمنين ربنا يجعلنا وإياكم من المؤمنين ثم بعد ذلك تبدأ التربية بقى التربية دي بقى ايه شأن العلماء بقى يربه يربه جيل على النبع الصافي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتتهيئ هنا بقى الأمة الاستقبال المهدي هنا بقى يظهر المهدي فيقود الأمة إلى التمكين في هذه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى يقول شيخه أستاذي وحبيبي وتجراسي تجراسي بجد بضلت شيخ محمد سبعين المقدم بيقول ولئن وقع منا تردد في هل هذا الزمان هو زمان ظهور المهدي أم لا فلا ينبغي أن نتردد في الجزم بأننا سواء كان هذا زمان ظهوره أو لا فنحن ملزمون بكافة التكاليف الشرعية وخبالك بيقول لو احنا سألنا هو ده زمان ظهور المهدي أم لا فبيقول حتى لو ما كانش ده زمانه أو كان ده زمانه يعني في الحالتين فنحن مكلفون بالتكاليف الشرعية من طاعة الله والجهاد في سبيل وطلب العلم والدعوة إلى دين والأمر بمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك كله وغير ذلك من الواجبات فما يتوهمه بعض الكسالة من أن ظهور المهدي سيكون بداية لعصر الاسترخاء باطل باطل بل النصوص تشير إلى أنه سيكون بداية للفتوح والجهاد والبذل في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل بيقول سواء ده كان زمان ظهور المهدي أو مش زمانه احنا مكلفين يا جماعة بإن احنا نمشي ونجتهد ونبذل كل ما نستطيع لخدمة دين الله ولأعلاء كلمة لا إله إلا الله في هذا الكون خد بالك معنى الكلام ده فإذا ظهر فخلاص الحمد لله ربا طب إيه إنما بعض الناس بيتوهم إن بس الحمد لله إحنا مستنين ظهور المهدي ليه بقى عليه السلام لما يجي بقى دونها تبقى جميلة بقى ونعيش بقى ونتمتع ونبسط ده بداية ظهور المهدي هي بداية الجهاد والفتوحات وتعبيد الكون كله لله بداية تكاليف عظيمة جدا إن الأمة تشيل حمل كبير لكن بعدها مباشرة ينزل عيسى عليه السلام ويعيش الناس في سبع سنين من أجمل سنين العمر بفضل الله وإحنا شرحناهم في الحلقة الماضية تكملة لكلام الشيخ حفظه الله إن الإسلام ستزول غربته في عهد المهدي ده يقينا بقى إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا حديث روى مسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء خب بالك قالوا من الغرباء يوى رسول الله ده في خارج صحيح مسلم بقى في الوقت بقى كثير عنده أحمد والطبراني يعني إيه عشان بس ما تقولش عليكم قالوا فمن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس ده رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس ده رواية تانية النزاع من القبائل ده رواية تالتة أناس سوء كثير أو أناس سوء كثير في أناس أو أناس مصلحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطوعهم رواية كثيرة جدا في معنى الغرباء هناك شيء في الموضوع حديث الغربة هذا ده من أعظم أحاديث التمكين إنه ممكن واحد يسمع الحديث دي بالعكس بدأ الإسلام غريبا في عهد النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم خب بالك فلما جمع النبي أصحابه على النبعين الصافيين على الكتاب والسنة مكن الله لهذه الأمة في عهد النبي فزالت الغربة خب بالك فزالت الغربة وأصبحت مكة اللي كانت دار كفر أصبحت دار إسلام واضح المعنى طيب ثم يعود الإسلام غريبا حينما ابتعد الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شرع المولى عز وجل فتزول الغربة مرة أخرى إذا عادت الأمة إلى الله عز وجل ويقينا ستعود الأمة قبل المهدي وفي وقت المهدي فهنا تزول الغربة كاملة وتكون الخلافة الإسلامية التي تحدثنا عنها فيما قبل بفضل الله سبحانه وتعالى ثم يعيش المسلمون سابع سنين من أجمد سنوات الأمر مع المهدي ومع عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك تأتي الريح اللينة فتقبط أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار القلق ربنا يعافينا عافيكم يا رب العالمين طيب في شبهات بقى عايزين نرد عليها حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا 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 أنا بحاول أجري عشان أوصل المعلومة ديت علشان نتعايش بقى الحلقة الجاية إن شاء الله مع أكبر وأعظم فتنة في الكون ده كله ألا وهي فتنة المسيح الدجال في شبهات سبع شبهات لناس تلعت بتقول لا المهدي خرافة مفيش حاجة في الدنيا دي اسمها المهدي انتو بتجدموا علينا انتو بتقولوا كلام كل ضرب من الخيان سبع شبهات هنقولهم نرد عليهم رد علمي ونشوف إن فعلا المهدي حقيقة لا خرافة وإنه سيظهر كما أخبر بذلك الصادق الذي لا يمتقوا عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم المهدي حقيقة لا خرافة نعم طيب إيه الشبهات ديت شبهات عجيبة جدا بس أنا عايز أقول لكم شبهات ديت بعد الفاصل قصير تسمحوا لي الفاصل قصير كده ونرجع لكم ميدا انتجاز طيب قطروا مصطلع النبي صلى الله عليه وسلم والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمة وبركاته أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل جزاكم الله خيرا على حصن الاستماع وتعاونوا نكمل مع بعض في موضوع في غاية الخطورة سبع شبهات فعلا شبهات خطيرة جدا شبهات يعني ممكن واحد يقول فعلا ما شبهات حقيقة يعني شبهات بجد يعني فعلا ممكن تؤثر في اي انسان سبع شبهات بتقول مفيش حاسمة المهدي والمهدي ده خرافة وليس حقيقة ولكن عايزين نقول للكون ده كله لا المهدي حقيقة وليس خرافة الشبهة الاولى بتقول ان التصديق بخروج المهدي ده من القضايا النظرية في الدين يعني مكررة كلام يعني لا ترتب عليها عمل انا يفدني ايه نعرف ان فيه مهدي او مفيش مهدي مش ده كلام نظري هم بيقولوا كده يعني ده كلام بتاعهم يعني فبنقول لا ان احنا لابد ان نعلم ان الامور العلمية الخبرية التي اخبر بها الوحي يلزم التصديق بها واعتقادها لان ده اصل الدين بمعنى ايه ينفع يا جماعة يكدب النبي ما عايزين نقول كلام يعني كلام علمي ينفع حد يكدب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يا جماعة فان كان النبي قال فيه مهدي بقى لازم يكون فيه مهدي حاجة تانية ان يا جماعة ان اليمان بهذه القضايا من مستلزمات الشهادة الشهادة عبرنا عن ايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دمت انا بقول واشهد ان محمدا رسول الله دي بتقتضي ايه تقتضي مني تلات حاجات اول حاجة طاعة النبي واتباعه تاني حاجة التصديق بكل ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم تالت حاجة اجتناب كل ما نهى عنه النبي واضح؟ يبقى من ضمن المختداد بتاعت الإيمان بهذه المسألة ان انا يا جماعة لابد ان انا اصدق النبي في كل ما اخبر عنه صلى الله عليه وسلم حاجة الثالثة ان من مستلزمات الايمان باليوم الاخر ودركن من اركان العقيدة الستة واخبالك الايمان باليوم الاخر ان من مستلزمات الايمان باليوم الاخر ان انا لازم اؤمن بمقدمات اليوم الاخر واشراط الساعة زي زهور المهدي فظهور المهدي علامة من علامات الساعة يقولوا بعض العلاماء انها من علامات الساعة الصغيرة وبعضهم يقولون من علامات الساعة الوسطى باختلاف الألفاظ والمفاهيم لكن في النهاية هو علامة من علامات الساعة فلابد أن نؤمن بالظهور المهدي ده من الإيمان باليوم الآخر حاجة الرابعة أن الإيمان أو التصديق بخروج المهدي أيضا داخل في الإيمان بالقدر ربنا قدر ظهور المهدي ليملأ الأرض قسطا وعدل كما ملئت ظلما وجورا يقول لربنا قدره لازم هيكون آخر حاجة أن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب حد فينا شاف المهدي لا طبعا لكن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ومدام دوت غيب واللي أخبر عنه هو النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه بلازم نصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بأول شبهة أنه بيقول لك يعني أنا هستفيد إيه أنا نعرف أنه فيه مهديهم لا هنستفيد كتير أن دوت بيتحقق من خلاله كلام النبي وصدق كلام النبي ونحن نصدق كلام النبي حتى لو لم يظهر أي أحد فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة الثانية الحقيقة شبهة خطيرة جدا وأنا بعتبرها أخطر شبهة موجودة إيه الشبهة الثانية بيقوله أنت عايز تقنعني يعني أن المهدي لما يظهر يصلح الأرض كلها ويملأها قصطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا في سابع سنين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يملأ الأرض قصطا وعدلا في 23 سنة يرجل أقول كلام غير ده بقى معقول المهدي أفضل من النبي أقول لك لأ طبعا ولا في حد في الدنيا دي يكون لأ أحسن من النبي حتى الأنبياء والمرسلين نفسهم مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم لكن في رد للشبهة دي آه في رد على الشبهة دي طبعا إزاي هقول لك أربع نقاط في عجالة سلاحة أول حاجة ربنا قال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال في وصف النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي أخبر إن في مهدي أولا أخبر يبقى خلاص نصدق دي رقم واحد رقم اتنين إن ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى لما يريد أمر بيهيئ لي أسبابه بيهيئ له أسبابه تيك مثال بسيط عمر بن الخطاب لسه الكلمة نعلم من شوية الناس كانت بتقول والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب ربنا يصل له أسباب معينة تخليه يسلم إيه يا الأسباب إحنا ذكرناه بكده لكن أكبر سبب لإسلام عمر بن الخطاب دعاء النبي محمد بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند التلميذي بسند صحيح أن النبي كان يدعو يقول اللهم أحز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن إشام فكان أحبهما اللي هو عمر بن الخطاب في أسلم فعمر بن الخطاب ملأ الأرض قسطا وعدلا في عشر سنين ونص عشر سنين وست شهور عمر بن الخطاب يحكم الكون ويملأه قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا وبلاش ده كل عمر بن عبد العزيز اللي ملأ الدنيا كلها عدل وقسط ورحم ولين ورفق ووى فقديه في سنتين وخمس شهور وخمس تيام فمش بعيد أن المهدي عليه السلام ييجي ويملأ الأرض قسطا وعدلا في سبع سنين إيه لغربهم ده كله دي نقطة تانية تعالوا نشوف النقطة التالتة أن المهدي عليه السلام ربنا هو اللي هيهيأه ويعده خذ ذلك ويصلحه في ليلة ويؤيده بكرامة خارقة وهي الجيش اللي كان طالع من دمشق عشان يقاتله تمام فيخسن فيه فربنا هو اللي هيأه وربنا هو اللي أعده وربنا هو اللي أصلحه في ليلة واحدة طيب ومن المعلوم بقى ودي أجمل حاجة نرد بيها على السؤال ده قد قل لي المهدي يصلح الكون كله في سبع سنين والنبي لم يصلحه في تلاتة عشرين سنة أقول لك لا مش زي ما أنت فاهم النبي لما بعثت جماعة وركزوا معا في حتة المهمة دي حتة أهم حاجة في الدرس النبي لما بعث كانت الأرض كلها على الكفر واضح حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب حديث البخاري عن حزيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسألوا عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر يبقى كان الكون كله جاهلية وشر وكفر وشرك وعبادة أوسان وزنة وشرب وخمور وقطعة أرحم وده كان حال الكون حين بعثت النبي صلى الله عليه وسلم أما حال الكون عند ظهور المهدي عليه السلام هيكون الكون ده كله مهيئ للخنافة الإسلامية أو تكون قد قامت الخلافة الإسلامية فيأتي المهدي كقائد يقود الأمة لنصرة هذا الدين وللجهاد في سبيل الله ولتبليغ الدعوة والاستقرار الكون كله على التوحيد واضح؟ فرق كبير بين أن النبي يبعث والكون ده كله كافر وأن المهدي لما يظهر عليه السلام هيظهر والكون ده كله مسلم والخلافة الإسلامية مقامة أو على الأقل لممهدة للإقامة واضح؟ وفوق ده كله بقى أخذ عندك الحتة دي ودي أجمل حتة أن المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي جهد هيعمله وأي حاجة هيعملها في الكون ده كله دي ثمرة اسمعوا ركز ثمرة من ثمرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لما المهدي عليه السلام يخلي الكون ده كله على الإيمان والتوحيد في سبع سنين فقط يا جماعة دي ثمرة من ثمرات النبي تبقى في ميزان حسنات النبي كل اللي عملوا الخرفاء الرشدين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومنهم المهدي عليه السلام كل دهت في ميزان حسنات النبي محمد واضح يا جماعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبقى إذن ما فيش حاجة تخليك تستهرب لما تقول النبي 23 سنة ولم ينصرح حال الكون كله أو ينصرح حال كتير من أهل الجزيرة حد ما مات النبي وكان معاه حوالي في حاجة الوداع حوالي أكتر من 20 ألف صحابة لكن الكون كان لسه برضو يعج بالكفر والبعد عن الله لكن عند ظهور المهدية تكون الدنيا كلها أصبحت تحت الخلافة الإسلامية أو مهيئة للخلافة الإسلامية وكل دوت في ثمرة من ثمرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشبهة الثالثة شبهة برضو كبيرة بيقولوا أن الأحاديث التي رويت عن المهدي كلها أحاديث أحد واحد رواها عن واحد واحد رواها عن واحد وأحاديث الأحد لا يؤخذوا بها في أمور الاعتقاد هما بيقولوا كده والكلام ده غالط طبعا لا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد إزاي؟ خب بالك من حاجة لم يثبت واللي عنده إثبات يقول لم يثبت أبدا أن واحد من الصحابة لما كان يروح حديث للصحابة يقول له أنا سمعت النبي قال كذا لم يثبت أبدا أن الصحابة قالوا لا 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 ده حديث أحد هاتلي مجموعة من الصحابة تثبت أن النبي قال الكلام ده أحيانا ممكن صحابة يحب يتأكد من حاجة معينة فيرسل لفلاني أبو هريرة يرسل لعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر يرسل لعائشة وردي الله عنهم جميعا إنما عشان يقول له لا ده حديث أحد ولا يؤخذ به في الاعتقاد عمرها ما حصلت أبدا بلاش ده كله تغيرت قبلة المسلمين وركز معايا يا أخو يا حبيبي تغيرت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بحديث أحد حديث في الوخار يا مسلم إن رجل كان بيصلي مع النبي في مسجد قباء وراح عرف إن النبي غير الإبلة وخبالك كان بينما الناس عفوا نصلون في مسجد قباء إذ جاء رجل إليهم وهم في مسجد قباء فقال لهم إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا وتوجهوا نحو الكعبة ولم يقولوا لا 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 لن نطمئن إلى خبرك لأنه خبر أحد إبلة إبلة لي شرط من شروط الصلاة شروط صحة الصلاة ما ينفعش أكون عارف إن الإبلة كده وما صلي كده الصلاة لا تقبل ولا تصح ورغم ذلك استداروا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بخبر أحد بلاش ده كله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش كان بيرسل عدد كبير من الدعاء إلى الأقطار وإلى البلدان ويبلغوهم قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فرد عليكم الصلاة والزكاة إلى غير ذلك مش بعت معاذ بن جبل لوحده بعت مع بعض كده طبعا لكن مش بعته إلى أهل اليمن أوه بعته إلى أهل اليمن وبعت أبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران أوه طبعا حصل وبعت دحية الكلبية إلى حاكم بصرة نعم وبعت مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة حد فيهم قال لهم لا 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 احنا مش هنقبل دعوتكم لأن ده خبر أحد ما حصلش فدي فرية ظهرت في الآونة الأخيرة أن يقول لك ده حديث أحد ولا يؤخذ بيه في أمور الاعتقاد بل يؤخذ في أمور الاعتقاد بحديث الأحد مدام ثقة إيه دالي على كده خد من الكرآن قال جل وعلا يا أيها الذين أمروا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إيه الدليل على كده الدليل من الآية إن ربنا أمرنا نحن نتبين نتبين إذا كان اللي بينقلنا الخبر ده إنسان فاسق أما لو كان إنسان مؤمن فاقبل خبره حتى لو كان خبر أحد يعني لا تسأل المؤمن خبره ده أحد ولا معاك مجموعة واضح المعنى يا جماعة يبقى إذا خبر الأحد يقبل به في أمور الاعتقاد أو يؤخذ به في أمور الاعتقاد عكس ما قالوا هذه الشبهة الثالثة الحمد لله تحطمت شبهة الرابعة ودي برضو من الأخطر شبهات إن بيقولوا أكبر دليل على إنه لا وجود دليل المهدي إن أحاديث المهدي لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم والله العظم شبهة جاندة صح يا سلمان شبهة كبيرة جدا إن أمور يعني إن خبر المهدي عليه السلام لم يرد لا في البخاري أو لم يأتي في البخاري ولا في مسلم والحاجة التانية كمان معاها وإن الأحاديث دي كمان هما بيقولوا بقى قد تسرب إليها كثير من الإسرائيليات نقول طيب تعالوا ناخد الحتة الأولية النص الأولاني أنتو بتقولوا إن أحاديث المهدي لم تأتي في البخاري ومسلم ماشي معاك لكن هل هل السنة كلها دونت في البخاري ومسلم والجواب لا دونت السنة في البخاري ومسلم وغيرها من السنن والمسانيد والمعاجم إلى غير ذلك من دوين السنة صح كذا يعني بل إن الترمذي نفسه رحمه الله رحمة الله سعى كان ينقل أحيانا تصحيح الإمام البخاري لبعض الأحاديث اللي عنده ترمذي ووضح المعنى هل البخاري رحمه الله رحمة الله سعى تعهد بأن ينقل في كتابه وصعي البخاري كل الأحاديث اللي هو عرفه طيب الإمام البخاري يحفظ مئتي ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف ورغم ذلك أورد في الصحيح بتاعه أحاديث حوالي قول سبعة تلاف حديث يا سيد ماشي؟ طيب هو لم يورد كل الأحاديث التي يحفظها إنما هو أورد الأحاديث التي يشكل من خلالها يعني إيه أسس الشريعة والأخلاقيات والسروقيات وإلى غير ذلك إنما هو لم يتعهد بأنه يورد كل ما حفظه في كتاب واحد مئتي ألف حديث اختار منهم حوالي سبعة تلاف حديث وأردهم في صحيح البخاري ووضح المعنى دي أول نقطة النقطة التانية كون أنتوا بتقولوا إن الأحاديث دي تدخلها كثير من الإسرائيليات أنا معاك كلام 100% كلام مضبوط طبعا أنا ما أداشت أنكر الكلام ده بعض الأحاديث آه دخلت فيها بعض الإسرائيليات لكن بفضل الله ربنا قيد لهذه السنة العظيمة الجهابزة والعلماء والنقاد وأهل الحديث الأفاضل اللي نقحوا السنة وخرجوا الضعيف من الصحيح وعرفونا إزاي نعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح علماء كتار جدا 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 وأفاضل وناس من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى وكان آخر هؤلاء المحدثين شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله وسعه وتلميزه النجيب شيخنا وحبيبنا وتجرسنا شيخة بصحاق الحويني فالشاهد في الموضوع أنا عايز أقول إن الحمد لله آه السنة هات كهات كتب الشيخ الألباني ويا من أعظم الكتب التي انتفع بها المسلمون في الأوانات الأخيرة كتبه هات صحيح الجامعة والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وضعيف الجامعة وروأة الغريل وكل الكتب دي تقصى الله عز وجل أن يبيض بها واجه الشيخ يوم القيامة وأن ينور بها قبره كلنا انتفعنا من كتب الشيخ الألباني وفر علينا جهد كبير أنا وأنا بألف كتاب أو بحضر محضر أو غيره على طول برجع لكتب الشيخ الألباني واشوف الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا غير ده بعرف بسرعة شديدة بدل ما لسه أنا أحقق الحديث وأبحث هو هوفر علينا جهد ده كله ففضل لا ربنا حفظ هذا الدين بهؤلاء العلماء الأفاضل تقول لي بسمعه للشباق عشان كلام برضو يبقى مصبوط لا ربنا لم يتعهد بحفظ السنة ربنا تعهد بحفظ الكرآن وبس قمعد جدني لأنه عندي دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى تعهد بحفظ الكرآن والسنة قل لي لا 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 إلا أياه بتقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون هقول لك ماشي أنا معاك الذكر هنا كرآن والسنة كرآن والسنة آه كرآن والسنة إيه الدليل على كده برضو بالكرآن والله العظيم هاجب لك دليل من الكرآن عشان بلقول لو قلت لك حديث ستقول لي حديث ضعيف من الكرآن قال جل وعلا في سورة النحن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكرى اللي هو إيه اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو الكرآن ربنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم السنة عشان يفسر ويوضح بها الكرآن فالإشكال يكون دائما في المجمل المجمل في إشكال مش فاهم وأقيم الصلاة إزاي ما مش عارف إنما تأتي السنة فتفصل وتوضح واضح يبقى ربنا سبحانه وتعالى تعهد لنا بحفظ القرآن وحفظ السنة يبقى لما تقول لي أحاديث المهدية ليست في البخاري ومسلم أقول لك لم يتعهد البخاري ومسلم بأنهم يوردوا كل الأحاديث الموجودة في السنة قبلك بل حفظوا الكثير وأوردوا بعضها في كتاب الصحيح المسلم أو صحيح البخاري شبهة الخمسة في عجال السراع بالشيعة هم الشيعة اللي اطلعوا الشيعة دي نقول طبعا لا ليه خبارة لأن أحاديث المهدية عليه السلام مدونة في كتب السنة بأسانيد تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحاديث الشيعة فتنتهي لا تنتهي إلى رسول الله ولكن تنتهي إلى أئمتهم المعصومين في زعمهم تخيل إن الشيعة بيعتقدوا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هوش معصوم وإن الأئمة بتاعتهم معصومين شوف الضلال وصل لحد إيه إنه بيقولك النبي مش معصوم إنما الإمام بتاعه معصوم يا سلام يعني الإمام بتاعه في نظره أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن أده أول اختلاف ما تقوليش بقى أن الكلام ده بقى غضينه من الشيعة لا 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 ده فرق كبير جدا جدا بين منهجنا كأهل السنة وبين منهج الشيعة هما إحنا أحدثنا بتنتهي بسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هما أحدثهم بتنتهي إلى الأئمة المعصومين بطاعتهم حاجة تانية إن المهدي بتاعنا غير المهدي بتاعهم المهدي بتاعنا إحنا هو محمد بن عبد الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل الحسن بن علي ومن نسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقبلك هما المهدي بتاعهم محمد بن الحسن العسكري اللي هو موجود لحد الأمن ده زعمهم يعني في سرداب سامراء وليل ونهار بقى لهم خمسمائة سنة كل يوم يقف عند السرداب يقول له أخرج يا إمام أخرج يا إمام ويفضلوا كده لحد لما صوتهم يتنبح وبعدين يمشوا وتاني يوم يروحوا للإمام ولسه بقى عين بيقوله دخل السرداب وعنده خمس سنين خمس سنين دلوقتي عد عنه حوالي خمسمائة سنة يعني الحد الآن لسه الإمام بتاعهم يعني ما استواش فلسه ما طلعش لحد الوقتي ولا هيطلع يعني وخد بالك كل يوم مستنيهم فاحنا المهدي بتاعنا غير المهدي بتاعهم يبقى إذن أحدثنا تنتهي بسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحدثهم تنتهي بسندها إلى الأئمة المعصومين في زعمهم المهدي بتاعنا هو محمد بن عبد الله والمهدي بتاعهم هو محمد ابن حسن ابن الحسن العسكرين دي نقطة النقطة الثانية إن ما ينفعش إن إحنا نترك الحق بسبب الباطل يعني ديك مثال بسيط لو إينا واحد بتطور تعالوا أصلي أقول لك أصلي ليه ده أنا أعرف ناس بتصلي وبيسرقهم هل معنى إن ناس بتصلي وبتسرق إن أنا أترك الحق وأترك الصلاة وأترك الفريضة والركن ده علشان في ناس بتسرق طبعا لا طب تعالوا صلي إنتوا ما تسرقش واضح المعنى تعالوا صلي إنتوا ما تسرقش خليك قضوة حلوة للمسلمين هتيجي تقولوا واحدة تعالي تحجب تقول لا 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 ده أنا شفت بنات محجبات مش كويسين خالص بالمر وبيمشوا مع الشباب وبيعملوا وبيسرقوا أقول لا طب تعالي إنتي التزم بالحجاب وخليك صورة حلوة للمحجبات وما تعملش لهم ما بيعملوهم طبعا دي كلام يعني أنا بس بقول يعني إيه بقول لو حتى حد قال كده طبعا الكلام ده غير صحيح أخواتنا المحجبات أخوات فاضلات من فضل الله سبحانه وتعالى لكن حتى لو اتواجد ما بينهم واحدة ولا اتنين وحشين ده مش معناه نحن نعمل من المسألة ونقول مش هلبس حجاب عشان ما تشبهش بدول لا منفعش يتقالي الكلام ده كذلك حتى في أمور الدنيا لو الطبيب أخطأ وعمل عملية المريض ونسي في بطنه فردة الشراب بالشمال هل معنى كده إن أنا ألغي الطب كله عشان الدكتور نسي السكينة ولا المقصة ولا الشراب ولا بتاع في بطن المريض لا طبعا هل معنى إن مدرس أخطأ إن أنا ألغي التدريس طبعا لا كلام ما ينفعش يبقى هل معنى إن الشيعة في زعمهم إن المهدي بتاعهم ده محمد بن حسن العسكرية اللي هطلع من سرداب سامورا وإن الأسانيب بتاعتهم بتنتهي إلى الأئمة المعصومين هل معنى كده إن احنا نترك الحديث عن المهدي عليه السلام عشان خاطر هذا البطن فهذا لا يكون طيب الحاجة المهمة جدا إن إن هم بيقولوا إن الكلام ده كله جاي من الشيعة لا 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 إحنا ملناش ضعب الشيعة بقى ما إحنا قلنا الفرق بين المهدي بتاعهم والمهدي بتاعهم حايزين نقول إن دي أحاديث ثابتة واردة قد توطرت توطرا معنويا كما ذكرنا في الحلقة الماضية شو بها السادسة بيقول يا جماعة بصراحة اللي اعتقاد في إن المهدي هيظر يا جماعة ده عمل لنا مشاكل كبيرة كل يوم طال لنا واحد يقول أنا المهدي ما نقفل الباب ده وبالاش لا تقولي لا مهدي ولا غير مهدي وخبالك ونخلص الموضوع بقى واش حايزين مشاكل نقول لها طبعا إن إحنا لازم نصدق إن في مهدي لإن النبي أخبر بكذا وإن أهل السنة والجماعة يعتقدون إن المهدي هيقيم القسط والعدل ويرفع الجور والظلم بفضل الله سبحانه وتعالى إنما المشاكل كلها بتيجي منين من الدجالين اللي هم بيدعوا ويزعموا إن هو المهدي واضح كده وإن المفاسد والمضار مش بتترتب على إن إحنا نقول فيه مهدي لا المفاسد بتترتب والمشاكل بتترتب على إن إحنا نكذب بكلام النبي قال جل وعلم فليحظر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم طيب نسألهم برضو سؤال هل إحنا لو أنكرنا إن فيه مهدي هل هو دوت اللي هيمنع ظهور الفتن والمشاكل والمصائب التي تحدث للمسلمين طبعا لا بالعكس ده عد إنكار ظهور المهدي هو ده اللي هيأمل مشاكل كبيرة جدا أديك مثال بسيط أنت بتقول لقفل على الموضوع وبلاش نقول فيه مهدي يبقى معنى كده إن احنا كمان بالمرة نقول ما فيش نبي لأن كل واحد يطلع يقول أنا نبي قولي لا 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 ما فيش مقرم لأقول لك لا فيه مقرم إيه ده اللي على كده قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد يمرجي لكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين جميل والنبي عليه الصنبي ليه وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي والحديث اللي سألينه لو كان نبيهم بعدي لكان عمر بن الخطاب يبقى ما فيش نبي ورغم ده كله ظهر ناس قالوا إحنا أنبياء زي مين وسيلما الكذاب والأسود العنسي وطلائحة الأسادي وسجاح والمختار بن أبي عبيد كل دولة قالوا إحنا أنبياء بل في العصر الحديث ذكرت لكم قولي كده إن احنا مشيخنا بيقولك ماشي أمام أحد الأقسام في أحد المحافظات لقى حراسة مشددة على واحد فبيسأل أمين الشرطة مين دوت قالوا ده واحد مجنون بأنه هو إله قالوا من الوراء قالوا ده الرسول للأرسل يعني ده إله هو رسول كمان وخذلك يعني الموضوع مزبطينه فسبحان الله فإذا المسألة مش مسألة بقى نحنا قول في مهدية ولما فيش مهدية يعني معنى إن إحنا لو قولنا إن ما فيش مهدية إحنا كده بنقفل ببفتنا بالعكس بنفتح ببفتنا لأن إحنا لو قلنا إن ما فيش مهدية هنقول كمان ما فيش نبي مهدية مصيبة واضح المعنى يبقى إذن لما يقولوا يا جماعة أفروا على الموضوع بقى وبلاش نقول المهدية لأن كل شوية يطلع واحد يقول أنا المهدية نقول مش هو ده الحل الحل إن إحنا نصدق كلام النبي ونعرف إن كلام النبي صدق وإن في مهدية هيظهر وإسمه محمد بن عبد الله ويظهر من جهة المشرق وهي أبايع له بين الركن والمقام والمقام وإن الجيش اللي هيقصده هيخسب فيه وإن مواصفاته كذا وكذا وكذا وإن ربنا هنشر العدل في عهدي والقصد كما ملأت الأرض الظلما وجورا وإن هو هيصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام وإن هيعيش أجمل سبع سنين البشرية كلها في عهد المهدي وعهد عيسى عليه السلام هو ده اللي يجب نقوله وإن إحنا لازم نمهد الأرض من الآن لظهور المهدي وإن إحنا ننصر المهدي لو ظهر في عهدنا ونكون سبب التمكين لهذه الأمة الشبهة السابعة والأخيرة إن هم بقى لما عجزوا بقى عن إنكار صحة الأحاديث أحاديث صحيحة لما عجزوا عن إنكار صحة الأحاديث التي وردت بشأن المهدي قالوا باسس خلاص بجد أن إحنا خلاص تيقننا إن فعلا للأحاديث صحيحة في إثبات المهدي لكن حايزين نقول حاجة بدل ما نقولي إن المهدي ده هو شخص عشان ما يحصلش مشاكل نقول إن المهدي ده مثلا رمز للخير والجمال والصلاح والتقوى حاجة حلوة كده يعني المهدي ده حاجة جميلة حاجة كده هولامية خيالية معنى جميل نقول ده ضده كده هتكبره المشكلة ده إذا كان النبي ما تصدع عليه صلى الله عليه وسلم حدد المهدي وقال اسمه محمد بن عبد الله وأنه أجل الجبهة وأقنى الأنف وحدد هيطلع منين وهيطلع من جهة المشرق ويبايع له بين الركن والمقام وإن الجيش اللي هيقصده هيخسف فيه وإنه من أهل بيت رسول الله وإنه سياملأ الأرض كستان وعد وقال كل المواصفات التي وردت في شأن المهدي ورغم ذلك تلقى مخابيل كتير قوي كل واحد فيه مبولة للمهدي فتخيل بقى لو وسعنا الدائرة وقالنا المهدي ده ما هو الشخص بشبال آدم معين لا ده معنى جميل معنى للخير والصلاح والجمال هتلاقى كل واحد قعد كده في بيته الغزالة لعبت في دماغه وصل ركعتين كده وحسب مشوت اليمان إليك يا سلام طب ما كوني المهدي فهم زي ده يمكن تلقين أنا نفسي جايلك الحلقة اللي جاي وقولك أنا المهدي مدري بيلي وش أطلعك فشات في الموضوع إن إحنا لو فتحنا الموضوع كده على البحر ومنظر ده إن المهدي رمز للخير والجمال والصلاح هتلاقي ميت مليار طالع لك بيقولك أنا المهدي يبقى الأصل إن إحنا لا ننكر أحاديث المهدي ولا ننكر ظهور المهدي عليه السلام بل نقول يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيو المهدي هيظهر وسام لأو الأرض قسطا وعدا كما مولئ الظلما وجورا وإنه سيظهر من جهة المشرق وإنه سيبايع له بين ركن والمقام وإنه سيملأ الأرض قسطا وعدا كما ملئ الظلما وجورا وإن ربنا هيخصب بالجيش الذي يقصد المهدي وخبالك وإنه سيصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام وإنه هيعيش في عهده أجمل سبع سنين في الكون ده كله وإن الدنيا في عهده هتبقى أجمل أيام العمر كله هو ده المهدي آخر حاجة بقى قولها بسرعة كده قبل أن نتخلص حلقة النهاردة اللي جرب بسرعة معاكم بعض المنكرين لأحاديث المهدي أنكروا بسبب حديث قالوا لا بص بقى كل الكلام اللي تقول ده كلام حلو جميل وكلام معقول ما قدرش يقول حاجة عنه بس في حديث بقى ورد عند ابن ماجة والحاكم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي بكلام خوف صح كده حديث يخوف تعيده تاني لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم أهو حديث بيقول إن المهدي هو عيسى بن مريم وخبالك هم بيقولوا كده بيقولوا هم المهدي حديث هو يبقى ما فيش مهدي بأنتم كم تبحكوا علينا نقول عندنا رد إيه الرد إن الحديث ده أصلا حديث لا صح واضح هو حديث قوي كلام قوي جدا بس حديث لا صح إيه الدليل على كده خبالك حديث ضعيف لإن مضار الحديث على محمد ابن خالد الجندي وهو كما قال علماء الجرح والتعديل مجهور ومنكر الحديث قال الإمام الذهبي حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم خبر منكر أخرجه ابن ماجة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله وسع هذا الحديث ضعيف كده المسألة وضحت يبقى احنا لابد يكون لنا موقف الحمد لله ربنا بارك في الوقت والله خشيت إن الوقت والله العظيم يا عد النهاردة من قبل ما لحقول لكم موضوع المهدية كاملا والله بيت خايف جدا لأن عايز أخلص موضوع المهدية النهاردة ونستقبل بقى المرة الجاية أكبر فتنة أكبر فتنة عايزكم بقى فعلا تنتظروني الاتنين اللي جاي بجدف أكبر فتنة على وجه الأرض فتنة المسيح الدجال يا الله فتنة كبيرة 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 قوة تنسوا تجددوا البايع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة تلبس حجابها عشان نجدد البايع مع رسول الله وعشان نمهد الأرض الاستقبالي المهدية عليه السلام كل واحد ما بيصليش يصلي ولي عنده مظلمة يردها ولي واكد فلوس الناس يرد فلوس الناس أرجوكم بالله عليكم ولي يعني يعني بيعقوا أم وابو يبر أم وابو المهدية سيظهر إمتى بالضبط الله أعلم البشاير ابتدت تظهر آه لكن هل هو هيظهر في الأيام ديت لا هو الدنيا ابتدت تتمهت وتتظبط عشان استقبالي المهدية عليه السلام أنا وإنت هنكون سبب آه يقينا إن شاء الله لو اجتهدنا هنكون سبب في تمهيد الأرض الاستقبالي المهدية وياريت ياريت يا أخويا وحبيبي وياريت يا ولدي وياريت يا أمي وياريت يا أختي وياريت يا بنتي وياريت يا ابني وياريت كلنا وياريت يا أخويا كلنا لكون سبب ولكل نواية ولكل لبنة في جدار الإسلام ولكل كلنا سبب لتمهيد الأرض لظهور المهدية عشان الدنيا كلها تعيش في أمان وتعيش في سعادة وتعيش في سرور حتى يأتي المهدية عليه السلام فيبلقوا الأرض يبلأ الأرض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا محتاجين نحن نقول هو ده درنا وده موقفنا وده درنا في خدمة المهدية عليه السلام بأول حاجة أننا وانت نكون في فسطات المؤمنين بش في فسطات المنافقين ووالله الذي لا إله غيره واسمع مني الكلمة واحفظها والله في الفترة القادمة ديت فترة الفتن الكبيرة ديت تحت علامات الساعة وعلامات الساعة الكبرى وإلى غيرها لن يثبت إلا أهل الإيمان نحتاجين أن احنا نتحصن بالعقيدة وبالإيمان وبالفهم الصحيح الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ويحتاجين نرجع مرة تانية للنبعين الصافيين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحنا نتبع العلماء الصالحين العاملين بعلمهم الفضل الله سبحانه وتعالى علشان نثبت أمام الفتن اللي جاي الكبير الضخام اللي جاي دي حدث كبيرة جدا هتمر بها الأمة في الفترة القادمة لكن محتاجين أن احنا نتهيأ ونتثبت وأن قلوبنا تثبت بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين نكون سبب في خدمة المهدي أول حال نكون في فصلات المؤمنين تانية حاجة أن احنا واحد أمام الله سبحانه وتعالى ننصر المهدي ونكون سبب للتمكين أو لظهور المهدي وللخلافة الإسلامية التي تكونوا في عهد المهدي فضلنا تلت دقائق ندع فيهم بصرع كده يعني إن داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن ورحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا بذرة في التمكين للأمة الإسلامية فرج هم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب فك الحصار عن أهل غزة يا رب فك الحصار عن أهل غزة يا رب استرعيبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا ارزقنا جميع الحصن الخاتمة ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم أعطك رقابنا الليلة من النار أعطك رقابنا الليلة من النار اسطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا منقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت الطراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب ألف بين قلوب المسلمين رد المسلمين إليك مردا جميلا بلغنا عهد المهدي وعيسى عليهم السلام اجعلنا بذرة للتمكين للإسلام والمسلمين استعملنا يا رب العالمين استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا يا رب العالمين لخدمة دينك ولخدمة سنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين مكن لأمة الإسلام مكن لأمة الإسلام مكن لشرعك أن يسود برحمتك يا رب العالمين اسكنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم بالله عليكم واتنسوا تجددوا البايع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته